أعلنت اللجنة الأمنية العليا لعفوان الانتخابات استمرار حالة الإنذار القصوى للقوات المسلحة وقال المتحدث باسم اللجنة العميدة غالب العطية أن عملهم مستمر حتى إعلان النتائج والمصادقة عليها مشيرا إلى أن مهمة القوات الأمنية الآن هي حماية صناديق الاقتراع وعصي الذكرة والمواد اللوجستية الخاصة بالعملية الانتخابية لا في تاني لأن عمل اللجنة ينتهي مع أول اجتماع يعقد للبرلمان الجديد شكرا